طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشهر المرسلين في إطار اللقاءات التي تعقدها مبادرة نداء أهل السودان مع الفاعلين الدوليين كان اليوم اللقاء مع سفير الاتحاد الأفريغي السفير بلعيش وضم اللقاء عدد من أعضاء المبادرة على رأسهم فضيلة الخليفة الشيخ الطيب الشيخ الجد العباس والبدل وتناول اللقاء مبادرة أهل السودان بالتفصيل وشرحنا للسيد سفير بلعيش تفاصيل هذه المبادرة والموقف الآن الذي وصلنا إليه في الاتصال والتهياء للحوار المائدة المستديرة الذي سيعقد في قضون الأيام القليلة القادمة وبحمد الله سبحانه وتعالى بشرنا السفير بلعيش بأن الاتحاد الأفريقي يبارك هذه المبادرة وأن الاتحاد الأفريقي يدعم هذه المبادرة وهو يدعم الحل السوداني والحوار السوداني السوداني وأيضا بشرنا بأن الاتحاد الأفريقي سيعمل معنا جنبا إلى جنب حتى تصل البلاد إلى الوفاق بين المكونات السياسية المختلفة وأشار إلى أن من أهم الأشياء في هذه المبادرة أنها لا تقصي أي طرف من الأطراف السياسية وأن هذه المبادرة سيكون الاتحاد الأفريقي داعم لها بصورة أساسية وكان لقاءا جيدا ومثمرا واستطعنا فيه أن نصل إلى تفاهمات مشتركة وأن الاتحاد الأفريقي سيكون حاضرا في مؤتمر المائدة المستديرة وأيضا قال بأنه سينقل هذا اللقاء إلى رئيس الاتحاد الأفريقي وإلى مفوضيات الاتحاد الأفريقي المختلفة وأبدى دعمه المطلق لهذه المبادرة وأنها ستكون الحل الذي انتظره السودانيين للخروج من هذه الأزمة التي تطاول آمدها ونحن بدورنا نشكر الاتحاد الأفريقي ونشكر أيضا دور الاتحاد الأفريقي الذي قام به في الفترات الماضية كما أمن على أنهم في الاتحاد الأفريقي لديهم أولوية أساسية وهي الحفاظ على سيادة السودان وعلى وحدة السودان أرضا وشعبا ونسأل الله أن يكون ولي التوفيق في هذه المبادرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نحن لدينا مواعيد مع رئيس بحثة الأمم المتحدة ولدينا أيضا لقاء سيكون مع الإيقاد وأيضا سنطلب اجتماع مع الاتحاد الأوروبي وبعض الفاعلين الدوليين دول الترويكا وأيضا سفراء الولايات المتحدة وسفير المملكة العربية السعودية وسفير جمهورية مصر العربية وسفير الإمارات وكل المعنيين بالشأن السوداني وكل أصدقاء السودان